شدد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية إدراكي أن الوصول لطاقة نظيفة لكافة الدول والتحول في الطاقة لن يتحقق دون ضمان التمويل الكافي ونقل التكنولوجيا للدول النامية منوها بإطلاق مصر للمنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد وخلال مؤتمر المناخ تمت مناقشة هذه القضية في مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ بشكل تفصيلي وكذلك أكد أن كل هذه النقاط تم التناقش بحولها بما يخصها في قمة العشرين حيث أكد شكري ضرورة تبني خطة واضحة ونهج شامل للتعامل مع مختلف التحديات مشيرا إلى أهمية مجموعة العشرين في توفير الزخم اللازم لإعادة سياغة النظام الاقتصادي الدولي للاستجابة بصورة فعالة وفي توقيت مناسب للتحديات التي تواجهها دول الجنوب معربا التزام مصر بالانخراط البناء في النقاشات والمبادرات التي سيتم طرحها في إطار مجموعة العشرين من أجل التوصل لتوافق بشأن التحديات المعقدة الراهنة